شكرا لكم زملائي ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل ونحن نحتفي حقيقة اليوم باليوم العالمي للمعلم كل عام وكل معلم في أي بقاع الأرض هو بخير وإن شاء الله هذه المسيرة العلمية المعطاء تستمر بإبداع مستمر عزان المشاهدين ومتابعي برنامجنا بيت للكل اليوم ضيفنا من العراق الأستاذ عديل عيسى والنقيب المعلمين العراقين ضيف عزيز في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير دكتور ومنورنا وكل عام وأنتم بخير مساء النور وأنتم بألف خير وشكرا جزيلا لإنتاحة الفرصة لقاء زملائنا وتقديم التهنئة من خلال شاشة العراقية المباركة اليوم العالمي للمعلم في بادي الأمر ممكن أن تكون التهنئة هي الأجمل في بداية هذا الحوار بالتأكيد هم بنات المستقبل وبنات الأوطان وهم مصدر ثقة المجتمع وتقدم ورقي المجتمعات وبالتأكيد في مثل هذه المناسبة العطرة على قلوبنا نحيي كل معلمي العالم ونبارك لهم هذا اليوم المبارك ونتمنى أن نفي بوعودنا بحماية مكتسباتهم والسعي في تقديم الأفضل لهم وتأثير بيئة ملائمة لتقدم شعوبنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم نتحدث اليوم من المشاهد العربي يتابع ويسمع عن الدور النقابي الدور المهم والأبرز في ممكن تشريع قوانين الحفاظ على المعلم ما هو دور نقابة المعلمين العراقين اليوم بالتأكيد الدور النقابي في تطوير العمل المهني والقطاعي ضروري جدا وبصراحة القفزة النوعية للعمل النقابي في بلدنا ما بعد 2003 ممكن أن تعد رائدة على مستوى الوطن العربي والمنطقة النقابات اليوم في بلدنا تشهد تقدم ورقي من خلال ما تقدمه لمنتسبيها فبالتالي هي المدافع والمطالب في تحسين ظروف الوظيفية للمعلم أو لأي مهنة في قطاعهم وصار من الضروري أن ينتخب ممثلين عن كل مهنة لتأدي الدورهم فيما يتعلق بتطوير المهنة نفسها اليوم نقابة المعلمين في العراق ما بعد 2003 تشهد انتخابات دورية ديمقراطية يشترك فيها الجميع وقطاع التربية والتعليم في بلدنا تجاوز عدد المنتسبين مليون وخمسين ولعله هي النقابة الأكبر على مستوى البلد وعلى مستوى المنطقة مثل ما هي في زملائنا في نقابة المعلمين في مصر هذا العدد الكبير لمنتسبين النقابة وهذا المد الجماهيري وهذا المستوى من عدد الجماهير بالتأكيد يتطلب مننا العطاء أكثر وأكثر في تطوير مهنة التعليم في توفير بيئة مناسبة في كسب المستحقات الحفاظ على المستحقات وكسب الانتيازات لهم هذه هي المهام التي تسعى النقابة دائما لتنفيذها أتقد اليوم أستاذ عديبي أن السياسات التعليمية وفرت الدعم الكامل للمعلم بالعراق بالتأكيد لا الدعم الكامل إذا ما تكلمنا عن دعم كامل للعاملين في قطاع التربية والتعليم يعوزنا الكثير طموحنا أكبر هو أولا أنه كلما كان المعلم والمدرس والأستاذ يتمتع بكافة حقوقه سوف يكون أداء أكبر مهنيا وبالتالي سوف ينعكس إيجابا على مستوى الطالب والتلميذ وهذه هي العملية المركبة بهذا الشكل علينا نسعى دائما في توفير السبل الكفيلة في أن يكون الجو مطمئن وبيئة مناسبة لأن يؤدي المعلم دوره دائما نسعى لتطوير مهاراته وقابلياته وبالتالي سوف تنعكس إيجابا في بناء المستقبل لأبناء سمعنا عن منظمة الإي آي هذه المنظمة عندها حراك معين في جوانب معينة إذا حضرتك يمكن أيضا عضو من خلال هذه المنظمة تحدث لنا عن تفصيلاتها الإي آي هي منظمة الـ Education International أكبر منظمة تعني بنقابات التعليم في العالم تضم أكثر من 178 دولة كأعضاء واحدة من حراكاتها وأهدافها للآونة الأخيرة هو دعم التعليم العام المستمر وضد الخرقصة بالتعليم النقابة المعلمين هي عضو في هذه المنظمة وعضو فعال على مستوى المنطقة وعضو في اللجنة الإقليمية لهذه المنظمة على مستوى المنطقة وبالتالي هذه المنظمة هي واحدة من المؤسسين لهذه المناسبة التي أحنا بصدد المباشرة بها التي هي عيد المعلم العالمي الإي آي واليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي تعني في موضوع التعليم لها تجربة كبيرة وبصراحة على مستوى العمل النقابي والمهني وعلى مستوى التعليم في الآونة الأخيرة زارت العراق رئيس المنظمة وعملنا ورش مع هذه المنظمة في تدريب قيادات النقابة وفي تدريب جزء من ملاكاتنا التربوية والتعليمية في موضوع التعليم العام وكيفية الارتقاء بالمطالبة بحقوق المعلم وصدر مؤخرا عن طريق الأمم المتحدة توصيات أكثر من خمسين قرار كانت هذه المنظمة هي الدافعة لتنفيذ أو إقرار مثل هذه التوصيات مجملها يتحدث في تقوية وتطوير عملنا النقابي والمهني وكيفية الحفاظ على التعليم العام المستمر نتحدث اليوم النسبة والتناسب نحتاج تخطيط معين نحتاج بناء مدارس ما الذي نحتاجه حتى لا يكون لدينا هذا العدد في المستقبل القريب؟ واحدة من أهم المشاكل أنا ممكن أن أشخصها في واقع التربية والتعليم في بلدنا هو نقص الأبنية المدرسية نقص الأبنية المدرسية نقص الأبنية المدرسية بل هي المشكلة الأساسية في تلقى عملنا التربوي والتعليمي في البلد لو عملنا جادين أو الحكومة عملت بجدية في سد هذا النقص سوف نحتاج لتعيين أكثر من هذا العدد نحن بحاجة لتقريبا 8000 مدرسة حتى يكون الدوام منتظم وبالتالي نحن أيضا على مستوى المنطقة البلد الأول بالنوى السكاني يجب أن يوازيه تخطيط في موضوع سد الحاجة بالنسبة للأبنية المدرسية هنا الدولة خلال لقاءاتنا بالحكومة ومطالبتنا بهذا الموضوع عازمة على بناء 7000 بمشروع واحد لو نجحنا جميعا والجميع معني في هذا الموضوع لو نجحنا جميعا في أن نبني 7000 فعلا سوف نكون بحاجة لتعيين أيضا شباب عديدة متخرجة من هذه الكليات حتى نسد حاجتنا لتشكيل ملاكات لهذه المدرس أستاذ عديم من خلال هذا الحديث وضحنا بعض النقاط المهمة لأننا أعرف أن الوقت ما يدركنا في هذه الحلقة نحتاج حلقات أطول وساعة أطول للحوار في قضية خاصة النقابة المعلمين والجانب التربة والمهم في كل البلدان اليوم نقابة المعلمين العراقيين ما أخذ دورها بشكل حقيقي أو ما هي المعوقات التي تواجه النقابة اليوم من خلال أنت حضرتك ذكرت أكو أعمال مهمة، أكو اجتماعات مهمة، أكو توصيات تخرج من النقابة لكن ماذا تحتاج النقابة اليوم؟ بالتأكيد نحن بحاجة إلى أنه أولا نثقف ملاكاتنا التربة والتعليم لضرورة العمل النقابي قد تكون التجربة جديدة في بلدنا لكن هي ضرورة يجب أن يعيد جميع على مستوى الكوادر بشكل كامل وخصوصا الزميلات من المعلمات والمدرسات فيجب أن يكون لها تمثيل فعلي وواقعي في النقابة النقابة وفق قانونها تجري اتخاباتها كل أربع سنوات واحدة من حاجاتنا الضروري هو أن نثقف واقعنا التربوي وزملائنا في المشاركة بهذه الانتخابات بقوة وأن يأخذون دورهم كلما كانت تفعيل بالمشاركة كلما كانت تجديد بدماء قيادات النقابة كانت النقابة أجدر بأنه تمثل هذا العدد الكبير من المعلمين هذه واحدة منهم هنا فيما يتعلق بعلاقاتنا والتاج مع الجانب التنفيذي وزارة التربية والحكومة نشهد تطور بصراحة مستمر في موضوع هذه العلاقة شكل مؤخرا مجلس ولأول مرة ولعله في المنطقة على مستوى البلدان المجاورة مجلس استشاري خاص بسيد رئيس الوزراء سماها هو حكومة الظل يتكون من سادة النقابة ورؤساء الاتحادات لكل القطاعات يجتمع دوريا مع الحكومة يعطي رأيها في موضوع قطاعة ويقترح مشاريع في هذا الموضوع مع وزارة التربية كان نقابة معلمين علاقة إيجابية هي تستمع وتدعو نقيب المعلمين لحضور هيئة الرأي هي أكبر أو الهيئة التي تأخذ القرارات على مستوى الوزارة الوزير باستمرار بزيارة لنقابة المعلمين واستماع لرأيها هذه العلاقة الإيجابية بالتأكيد يضفي للقطاع بشكل كامل روح أنه التعاون الإحساس بالمشاركة في اتخاذ القرار وتنفيذه راح يبعد ما يقللين بعيدين عن أنه نكون بنفس الميدان نحن ووزارة التربية همومنا أكيد هي واحدة في كيفية تطوير هذا القطاع نحن فيما يتعلق بجانب المعلم والمدرس والملاكات والهيئات التدريسية وهم أكيد معنين في الجوانب الأخرى والمفاصل الأخرى للعملية التربوية ما نحتاجه هو أن يبقى مستوى الفهم عاليا في موضوع التعاطي الإيجابي ما بين النقابة والوزارة من الآن وللمستقبل أن يكون اليوم هو مثل إيجابي للقادمين على مستوى تشكيلات النقابة وعلى مستوى تشكيل الوزارة في أن تبقى هذه العلاقة أيضا إيجابية كل هذه أكيد طموحاتنا تحدياتنا في كيفية الارتقاء بواقعنا التربو والتعليمي هي نفسها تحديات الوزارة التي هي مثل ما تكلمنا عن المشكلة الأساسية في موضوع الأبنية المدرسية جانب قد يكون مضروق على مستوى البلدان المجاورة لكنه كثيرا ما نعاني منه في بلدنا هو التدخلات السياسية في موضوع القطاع التربية والتعليم هذه التدخلات نحن ضد أن تكون مصدر سلبي في تأخر اتخاذ القرارات الصحيحة بالتأكيد هم غير معنيين في اتخاذ قرارات خاصة بالتعليم وبالتالي نحن مطالبين وبقوة أن تستقل وزارة التربية من أي محاصصة سياسية أو تدخل سياسي وأن يكون القرار بحتي أو خاص لناس مختصين اللي هي هي هيئة الرأي نحن مؤمنين للناس اللي موجودين في هيئة الرأي هم من نفس القطاع وهم أصحاب اختصاص وبالتأكيد نحن من خلال مراقبتنا هناك مفاصل ضمن برلمان العراق اللي هي لجان التربية والتعليم أيضا هم ناس مختصين وبالتالي بالإمكان الجانب السياسي يراقب عمل الحكومة أو عمل وزارة التربية من خلال هذه اللجان اللي هم ممثلين هذه دعوتنا وهذه واحدة من التحديات الكبيرة اللي عادة ما نجدها ونشخصها أنه مؤثرة في تلك عمل الوزارة إن شاء الله نقيب المعلمين العراقيين الأستاذ عديل إيسا ونورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل تمنياتنا لكل معلمين العراق ومعلمين الوطن العربي حقيقة البلدان تبنى من خلال التربية والتعليم هذا المفصل المهم في بناء المجتمعات نورتنا كل عام أنتم بخير مرة أخرى وإن شاء الله كل هذه المطالب تتحقق على أرض الواقع ويكون هناك دعم حكومي حقيقي للتربية والتعليم ونقابة المعلمين العراقيين وهذا كما نعرف أن دور اليوم سيد دولة رئيس الوزراء بدعم القطاع التربية والعراق تنورتنا وكل الحب والتقدير لحضرتك لحضورك في هذا الحوار شكرا جزيلا